السيد ناجي الزعيري رئيس تحرير إذاعة موزايكة فام مرحبا بيك سي ناجي اليوم أنت والصحفي بموقع ويب الإذاعة مثلتوا أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بثكنة الحراس الوطني بالعوينة بتهمت نشر أخبار زائفة سي ناجي تهم كيف تراها للإذاعة لسيما أن الإذاعة خذت الخبر من التاب اعتمدت التاب مصدر للخبر هذا صحيح اليوم مثلتنا وزميل كريم والناس من موقع وعب الإذاعة توجهت طهنة للإذاعة اللي عبارة على شكاية جزائية من السيد وكيل الجمهورية واتضع تنشر أخبار زائفة والخبار تعلق به وفاة سجين بسجن مسعديين على أثر غرب جوع في شهر فيبري 2013 المقال عبارة على مشموعة جملة من المعطيات أوردتها وخريها كتب المقال الذي هو زميل كريم من برقية صادرة في التاب بتاريخ 14 فيبري 2013 البرقية هذه فيها كل المعطيات المتعلقة بوفاة السجين هذا وفيها أيضا تأكيد من المكلف العام بوزارة العدل لوفاة السجين وطم معطيات وتواريخ عطاها المكلف العلام حول قضية المساجين هذا وظروف وفاته بتباة الحال يعني ككل المؤسسات الإذاعية والتلفازية وكذلك المؤسسات الصحافة المطلوبة نعتمد على وكالة تونس فريتي الأنباء كمصدر للمعلومة ومشتركين فيها ككل المؤسسات هي واحدة من وكالات الأنباء التي نعتمد علىها إلى جنب وكالة فرانس بريس وكالة ريتر للأنباء وغيرها من وكالات الأنباء سينيجي كانت تحكينا اليوم وشنو سار في مقار فرقة الأبحاث والتفتيش اليوم يعني تم استطاقنا حول صحة ومصدقية هذا المقال احنا جاوبنا في عقواننا وقلنا انو احنا انقلنا ما جاء في برقية وكالة تونس فريتي الأنباء وانا شخصيا استغربت من استدعاء يعني إذاعة مزيك وفم حتى بعض مؤسسات أخرى مش تم استدعاءها في القضية هذه وليه تم استدعاء يعني وكالة تونس فريتي الأنباء اللي هي المنظر الأول اللي أورد الأخبار هذا واحنا في شراءات بعادة أنه كل ما تنشره كالة تونس فريتي الأنباء هو محل يعني صدقية ولا يمكن التشكيك فيه معروفين معنا برزهاتهم وحركيتهم والمشكل في هذا أنه الإشكاية يعني موضوع الإحالة من السيدة الجمهورية كان على أساس الملجم من الجلاء الجزائية اللي هو الفصل على ما أظن 128 المتعلق بجريمة نشر أخبار زيفة ومرة أخرى يعني تمسكتنا شخصيا بضرورة معنا إحالة يعني مثل هذه القضايا استنادا لعنا المرسوم 15 المتعلق بتنظيم صحاف المكتوبة كذلك المرسوم 16 المتعلق بالقطاع الأعلام السمعي البثري واحنا باعتبارنا مؤسسة في دعيتنا السينيجي شنو الأجراءات اللي اخذيتها فرقة الأبحاث وتفتيش في حقك أنتي والزميل الصحفي والله هم أخذوا حتى إجراءاتهم استمعوا إلى أقوالنا واحنا أعطينا أقوالنا وبررنا وجبنا لهم على كل الإثبات والمؤيدات جبنا لهم بما في ذلك البلقية الإخبار اللي انشرته وكالتوز فرقة الأنباء في تاريخ 14 في 2013 وجبنا لهم يعني العديد من المقالات واللي تنقلتها إذاعات وتلفازات وحتى إذاعات عمومية وموقع أخبارية وصحف كذلك ورقية إلكترونية يعني إذا كان معناها مش تكون هذه يعني برقية أو وكالة تونس فرقة الأنباء في حال ذاتها مش كوم محل التشكيك فيعني هذا الأمر غريب لقيقة أمر جديد ما كنش نعفوه وعتينا أقوى لنا وتم توجيه معنا جملة من الأسألة علي شخصيته هذا قلنا معنا واحد من مؤسسات المشتركة لزابو نيم معنا المشتركة في تونس معناها الكوفيد وكالة تونس فرقة الأنباء واعتمدنا واخدمنا الأخبار بكل حرافية ووفق القواعد الميهنية شكرا لك سي ناجي زعيري على هذه الإضاحات مشكورة عيشك شكرا لك شكرا لك